كل هذا الآن ضعوه في كفة استحضروا ونأتي إليه إخواننا الملاحظة نشوف كيف تفاعلوا معه بيرتفاند رسل في لقاء ذاعي معاه سألوا وقالوا وقالوا لكون ملكون هو الله ومش الله وكذا هل يجب أن يضحكوا دائماً؟ كان روح خفيف ومريحاً قالوا وشوفوا القضية كل ما هنالك أننا موجودون الكون موجود هذا كل شيء يتقول لي الله أم الله؟ هذه القضية كلها الرجل ليس غبياً ولا أحد يغامر ويكون صخيب وتساخر ويقول بيرتفاند رسل غبياً ماذا قال؟ من أذكاء أذكياء البشر فإن أرى عاناً في المنطق كتبعات في الدراسات الفكرة والفلسفية والتربوية وكذا ودعاة سلام رهيب زهاء ثلاثمائة كتاب شيء رهيب الرجل هذا من أذكياء القرن وعمر زهاء مئة سنة قريب من مئة سنة تخيلوا بيرتفاند رسل عندما يأتي أقول لك أرى كون موجود أنا موجود أنت موجود أنت كل شيء ما تحكي أي شخة عن قضي الله ما الله والراجل مقابل يقول كلام فيه ذكاء لكن ليس منتهي الذكاء هذا الكلام برضو فيه ذكاء وفيه غلط واحتراماً عليه كعقل جبار نستطيع أن أقول فيه غباء وإن كان فعلاً هو شيء من غباء لكن أحترماً له سأقول فيه غلط ومغالطة طيب أين الذكاء الذي يوجده؟ تعرف الذكاء الذي يوجده؟ الذكاء الذي يوجده الآن يردده كل العلماء الملاحد الكبار اللي رفضين كل هذه البراهين الآيوية وما يعرف الآن ببرهان التصميم والتصميم الذكي يرفضون كل هذا وبسخر يا مرة بقولوا جماعة التصميم وجماعة الإيمان واللهوتين قلبوا القضية قلبوا القضية كيف قلبناها هنا؟ ماذا قلب؟ قال لكم أنتم قلبته اتنبهوا استيقظوا بلها بل كفوا عن هذه السخفات تبعتكم يا مؤمنون أنتم قلبتوا المسألة كيف؟ قالوا المسألة معدولة هي كالتالي البيك بانك حصل وانفجر المتفردان انفجرت ونتجة ما نتج أحد نواتج هذه العملية طويلة الأمد عبر مليارات السنين الإنسان بهذا العقل بهذا الوعي نتيجة جاءت نتيجة غير محسوبة غير مقدرة غير مرادة غير مرسومة غير مقاططة بالمرة هي هيك وأجى الإنسان هذا بالوعي اللي عنده كنتيجة تصادفية غير مرادة بالمرة أجيش يقول شفتوا كل شيء مضبوط عشان ينتج الحياة وينتجني أنا وينتج الذكاء وأكون هنا وعلق الله أكبر يا عمي أكيد فيه الله قال لك هذا غابي مش فاهم القضية هو وطبعا كل ما تومعين أكثر على شانك على فكرة أنتم ستتفاجعوا ستيبن هوكنك في كتابه الأخير تصميم العظيم عنده فصل تقريبا في الفصول الأخيرة فصل كامل لعله الفصل لا أعرف في السابعة المهم فصل في الفصول الأخيرة أنا قلت الكتاب قبل حوالي أربع سنوات هذا الفصل عندما تقرأ أنت ستعمل ما يعمله هارون يحيى عبين غسين أريد أن أقولها لأن هذا أساءني وآلمني كثيرا والله لا وأتعبني أنا شخصيا كل ما أقرأ الشيء وعلى كيف الأخير مصدر هارون يحيى اقتباس لعالم هناك كبير من الناس اقتباس لكذا كذا يأكد الإيمان وكذا كذا أرجع إلى هذا العالم أجلب كتابه مرات من الأمازون يكلفني 20-30 يورو كتب 50 يورو بالإنجليزي أقرأ أقرأ العالم ملحد ولا يؤمن بما يقوله هارون يحيى هارون يحيى يجتزئ كلامه على فكرة أستاذ في هذا سأقول هذا العالمين بريد وأجري على الله لأنني لا أريد أن أحرج المؤمنين لا أريد أن أحرج موقف الإيمان والذادة والمدافعين على الإيمان لسنا بحاجة أن نكذب على العلماء وعلى الكتب علشان يندافع عن الله وعن ديننا صح ولا لسنا بحاجة لا تفعلوا هذا وحذركم تماما والله العظيم بالدرس القاطع والفهم ما الآن أن تفعلوا كما يفعل أخونا هارون يحيى وبئس ما يفعل ويفعل والله العظيم يقتبس كلاما من علماء ملاحدة أو لا أدريين ويفهمك أنه هذا العالم مؤمن جدا وعميق الإيمان ما هو فقط اجتزع قطع من هنا قطع من هنا وجاب أشياء أنقل هذا العالم وجابها في معرض أن يسخر منها وأن يضحضها ونسابها إله في باحث محترم يفعل هذا هارون يحيى كتبه غاصة بهذه الطريقة ما رأيكم؟ شيء سيء جدا لا أدري لا أدري ماذا وراء هذا الشيء لأن هذا الشيء يجعلنا مسخرة بين العلماء إياك أن تفعلوا إياك أن تعتمد على كتب هارون يحيى وأنت تناخش التطور أو الإيمان والإلحاد إياك لو فعلت هذا والله أنا أضمن لك وأحلب بالله ستصبح مسخرة عند الناس الدارسين والفهمني بسا ليس عند الناس ليس عارفين حاجة يقولك واو أدهشت أنا أنت فظيع أنت ومتقف وأنت والحاجة لا هو ولا أنت شيء سيء جدا هذا السائع أنجل أنا أتعبني وحصل عدة مرات معك دائما ودائما يطلع غلط ما هذا لا حوله ولا قوة إلا بالله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الملحل سنجيب أمانة إلحاده زمهية والمؤمن سنجيب أمانة إيمانه وليس سنكذب على أحد وليس سنتحيث على أي أحد بإذن الله تبارك وتعالى واضح؟ طيب فنرجع يا أخواني نرجع هذول الجماعة ما قال لك قال لك هو هذا الذي حصل فأنت ستلاقي مع ستيفن هوكينغ فصل كامل يتحدث لك عن توليفات الدقيقة مدهشة لو كانت الجاذبية أقل ما سيحدث لو كانت أكثر ما سيحدث لو كانت الشمس أبعد قين عقرب قين لو لو فصل كامل ستقول لي مؤمن ستيفن هوكينغ مؤمن أتى بأدلة على التصميم وعلى التوليف الدقيق من أجمل ما يكون أتى بها لينقوضها ليعيد تفسيرها ليعيد تفسيرها طبعا لا بد أن أنتهي في خمس دقائق أتعبتكم وصدعتكم ومصدعت نفسي سنرى ريتشارد دوكنز التطوري الكبير عامل بلوجة المحترم الكبير جدا كيف أخذ موقفا من هذه البراهين الآيوية من هذه التوليفات الدقيقة قال لك يوجد أو ثمت ثلاثة تفسيرات لها أنا أتبنى الثالث محمد جميل جدا يسعدني أن أسمع موقفات قال التفسير الأول موقف الأول موقف المؤمنين قال لك الله هو الذي فعل هذا الله اختار أن يخلق هذا مع هذا يولّف هذا مع هذا مع هذا حيث كله في الأخير يسمح إذن لأن شفوق الكون تطور الحياة تطور الإنسان لكي نبحث هذه المسائل نكتب فيها نتكلم فيها نؤمن بالله الله الذي فعل هذا قال هذا بالنسبة لي ليس تفسير هذا لا يضيف شيئا هذا يُعدنا خطوة إلى الوراء لا نحن نقل كلام الآن هذا موقف ملحد طيب لماذا اثنين الموقف الثاني قال الموقف الثاني موقف بعض الفيزيائيين المحترمين وبعضهم حامل جائزة نوبل في الفيزياء النظرية أو الفلكية أو غيرها مثل ستيفن واينبيرغ ماهي موقف واينبيرغ ملحد عروف واينبيرغ ملحد أثيست لا يزال الله يهدي يا رب يهدي كل الملاحدة الحق قال موقفه أننا لا نتوفر على نظرية فيزيائية كاملة perfect theory يعني مثل النظرية الموحدة النظرية نسموه نظرية كل شيء نظرية كل شيء لم نصل بعد لهذه النظرية إلى هذه المعادلة حين نصل إليها سنفهم بالضبط ما يحصل وحنعرف أنه كل التوليفات الدقيقة هذه مالهاش علاقة بالله ومفيش إله يا سلام يا دوكنز أنت اللي تسخر من إله الفجوات ومع أنه فرضية الإله قلنا نسميها فرضية الآن من باب التنزل والاعتباط فرضية الإله بتفسر أشياء كثيرة بتقول وأنتو يا معشر المؤمنين أي شيء يعجز العلم عن شرحه وتفسير لأنه منصنع الله الله اختاره الله فعله إله الفجوات إله الفجوات هو تماما الآن يؤمن بماذا؟ بإله الفجوات لكن ليس الإله المفارق المتعالي الذي هو اسمه العلم صحيح العلم عنده إله وهو إله فجوات العلم كل شيء يفستره والشيء الذي لا يفستره هو اليوم لأن العلمنا نعقص في يوم من الأيام سنتكامل علمياً وسنفهم كل شيء وبعدونا عن قضية الله رأيتم كيف؟ أنطق سخيم جداً جداً إله الفجوات العلمي إله الفجوات العلمي من سوء حظك من سوء حظه فعلاً مسكين أنه سأقابل مرة ستيفن واينبيرغ وقال له أنا نسبت له لا أعرف أستطيع أن أكون غير دقيق قال له لا 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 غلط كلام غلط أنا لم أخبر شيء أنا أرغباً كما يمكن ستيفن واينبير يقع فيه حاصل جالس نوبل مع أحمد عبد السلام هذا الباكستاني ويأتي وقال ماذا؟ لا يوجد يا الله والتوليفات الدقيقة هذه كلها والثوابت مالهج للالة لماذا؟ لأنه علمنا غير كامل يوم ما إذا كامل سنعرف لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد عالم محترم يقول لا يوجد شيء لا يوجد شيء محترم يقول هذا هذا واحد لا يوجد منتحر علمياً قال له أنا لم أقلت شيء قال له إذن أعتذر أنا أخطأت في نسبة هذا كلام إليك أصحب كلامي هذا مسجح سترى على اليوتيوب وجود بالإنجليز يسحب كلام ويعتذر يتورط أكثر وأكثر قالوا إذا هذا كلام ليس هذا السبب أنا بالنسبة لدي موقف أنا وتتكلم بتواضع شديد فعلا وهذا أنا أحترم هذا الغربيين لأنه هو عالم بيولوجي كبير جدا بس قدام فيزياء ضخم يعني هو فيزياء صفر قدام به ستيفن وينبيريك فتكلم فعلا بتواضع وتهيب شديد فعلا واحترام شديد قال له أنا أرى رأيي عندي وجهة نظر مختلفة الأكوان المتعددة نظرية الأكوان المتعددة نظرية من أغرب ما يكون هذه قمة الانتحار فعلا العقلي وساهم فيها طبعا هوكينج مساهمات كبيرة ولا يازال قال له أنا أعتقد نظرية الأكوان المتعددة هي البديل تخيل حتى على هذه ورّطه وينبيرغ ابن بجدتها وفارس حلبتها طوريطة من أحلى ما يكون والله العظيم شعرت لأول مرة أنه وينبيرغ هذا الرجل بحث عن الحقيقة وفعلا مشكلته مع الله وضحفي على فكرة فيديو ثاني مشكة وينبيرغ مع الله مش علمية مش فلسفية مشكلة نفسية سيكولوجية يرفض يقول أنا أرفض إلهي الأديان الغضوب المنتقم الجبار الذي يغرق الذي يحرق الذي يدمر الذي يتوعدنا بنار جهنم أبد الآبدين أنا رفضت قال هذا لا أستطيع أن أؤمن به تقول لي إلهه ورحيم ومحبه يعمل لا أستطيع فمشكلته نفسية ليس مع الله فعلا كخالق ورحيم وكله القدرة والعلم وما كذا ليس مع هذا اللي ستشوفه لماذا؟ لأنه كلامه جميل جدا في الرد على الملاحدة بخصوص نقطة الملتفيرت ثيري أو نظرية الأكوان المتعددة تعرفوا ما هي باختصار باختصار يقول هؤلاء الملاحدة مال العلماء أو يستند إليها كل ملحد لا يوجد الله وكل التوليفات التي تشوفوها الدقيقة وهي فعلا بالنسبة لأنها مزعجة يجب أن تكون في الأخير وقال وينبرغ قال مزعجة جدا مزعجة الملاحدة الذي يحترم عقل الساق الذي لا يحترم ما هو مزعجة له ولكن من وجدت فيه وخالص أنت هنا أي شيء هيا 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 مع أنها لا معنى الكلام عن حكمة وعن دقة وعن توي وعن قانون رياضي أيضا ولا من صحيح ولا عن جمال ولا عن إنسة إنسة كل هذه الأشياء مع أنك لا تزال تتحدث عنها عن الدقة والجمال والضبط والقانون لماذا؟ تتحدث تقول لك هذا الكون الذي نحن فيه ونحن أحد منتجاته ومخرجاته كان كذلك لأنه ليس الكون الوحيد لديك حدد هاعل من الأكوان هذه هي سبعة في الدقة سبعة ولا سبعة ولا سبعون ولا سبعة ألف ولا سبعة مليون ولا سبعة مليار عدد هاعل يوشك أن يكون لا متناهيا من الأكوان شاهدوا كيف الإلحاد ما شاء الله شراشة الإلحاد وغباء الإلحاد لا يعقل سوين بيرن الفيلسوف الأكسفوردي الشهير قال نظرية الأكوان المتعددة تمثل قمة لا معقولية قمة لا عقل قال يرفضون الإيمان بنظرية بسيطة وأنيقة وهي الإيمان بالله لكي يؤمنوا بالأكوان المتعددة يعني إله واحد أبدع وعملوا كذا وحكيم وعاقل وفاهم لا ما أمنوا به بس مستعد عقل الملحد أنه يؤمن بماذا؟ بمئة مليار ومئة تریليون كون كمان لا mijlish وأكثر من هذا والتريليون كون آخر كلما لا توجد حياة لا توجد عقل لا توجد دقة لا توجد توليف ك Croat بس بصدفة واحد منها طلع الكون هذا لأنه واحد من تريليونات الأكوان فضروري مدام فيه أكوان كثيرة بالتريليونات يطلع واحد منها عجيب غريب طلع كنا هذا طب هل هذه النظرية هذا العلم بالأسف هل هذه النظرية فلسفية أم علمية خيال وافتراض أم علم حقيقي هل هذه قابلة للفحص مشتحيل ما فيه طبعا تسأل حتى هو نقولها نضيطك هذه قابلة للفحص على الأقل في المدى المنظور كله يا سلم هل تتخيل جاعد أنت تتخيل وبتفترض افتراضات ملهاش حتى طابع علمي هذا مش طابع علمي الفرض العلمي ما تكون هيك بالمرة بالمرة خلينا نشوف عدد الأكوان هذه اللي بالصدفة طلع منها واحد أي كون ذكي وفيه حياة كنا هذا ومؤلف ما شاء الله يعني قدش عددها فراح سأل هوكينغ قال له ما رأيك أنا هذه وجهة نظرية أنه عكمة متعددة أحسن فرضية بلى الله بركنا فارغ عكمة متعددة قال له حتى هذا ليس من السهل التستمي قال له شوف نحن في ورطة والله راضي كلام جميل قدت بكشع المدن قال له شوف ريتشارد نحن في ورطة علينا أن نسلم بأننا في ورطة فأنا نقول له نحن العلماء الملاحدة ما تفرضين ورطة كبيرة ما تفك المسألة سهلة وتضرب رأسك فالحاط كما قال هيكل ليس المسألة ليس هيكل قالوا نحن في ورطة السؤال الصعب قال له صعب شتا جدا أصعب السؤال هذا هذا اللي على فكرة بده خط بثاني إن شاء الله المقدرش وما رضيش ستيفن هوكينغ في كتابه وفي الوثائق من ثلاث حلقات اللي فرغ في كتابه في شكل عمل مرئي أنه يتصدع له من قونا القوانين من جعل قانون قانونا من أعطى القانون قانونيته منذ البداية إذن في البداية كانت الذكاء كانت الإرادة كانت الحكمة اسكت يا رجل بل كلام فارغ كلام كله شيء عجيب يا أخي هذا إرادة الإلحاد كما سماها بسكال بليز بسكال إيه بدهم إيه حدو عنده مشكلة مع الله بالنسبة لهوكينغ مشكلته واضحة جدا وأنا أرثي له هو الله العظيم في بداية الوثاقي وفي نهايته أثبت أنه عنده مشكلة نفسية لأنه معاق وقال وصرح هذا في البداية وفي النهاية لأنه مشكلة الرافض السلم أنه في إله رحيم ومحب وكذا خالقه فيه معاق فإذن الأسهل ما في شيء إله طب هل فعلا هو الأسهل ولا هو أن ينتقم ممكن سيكولوجيا فيه رغبة من الالتقام أريد أن أردو لك الصفحة أستغفروا العظيم أريد أن أردو لك وأنا عالم مرموق ومسموع الكريمة أردو لك أخوض حرب ضدك فيه شيئان بنفسي مش معقول في أول وثائق تبعه ويقول الناس الزمان لما كانوا جهروا بدائيين كانوا بظنوا واحد زي هيك يقول واحد زي معاق معوق أنه في آلهة وقوة غيبية يعني هي اللي عملت فيه هيك أحلت به اللعنة قال هذا كلام فرغ العلم يفسر كل هذه الأشياء هذا أمراض عصبية وتفسر في آخر الوثائق الجزء الثالث والأخير آخر كلمة ختم بها وقال لك أنا سعيد بهذا بالسعيد لا هنعرف بالسعيد وواضح ما قال قال خلص إذا ما فيش إله والسؤال أصلا عن وجود الله سؤال سقيف لا مبرر له وأثبت لك طبعا بطريقة مش هنعليق عليها محاضرة لحالها وبالتالي الناس الزي المعاقين في البداية والله وفي النهاية شوفوا الوثائق فالناس اللي زي الآن يعني ما لهم مش مشكلة مع إله كذا لا لا ما في الكلام إذا هو مسكيم ومش قادر أعجبتني براء توكين هو بريء جدا هنا وأنا أرثي له وأسأل الله أسأل الله له الشفاء بمعجز إليه في براءة كون يحكي هذا في البداية ويحكي هذا في النهاية ويسلم رقبته لأمثالنا لأي فالسوف لأي لهوتي لأي محلل نفسي يقولها شفته هو أحد مصادق الحالة النفسية للملحدين مصدق واضح وصارغ مهما كبرنا ومهما توضعنا هذه حقيقة فالمهم وين بيقلوا إحنا في ورطة ليس من السهل أن نجيب عن سؤال من الذي جعل القوانين على ما هي عليه حتى قال له إحنا تحول قوانين إلى صيغ رياضية هذا لا يجعلوها مفهومة ما تفكر حالك عندما تقول لي إيه بسوي إم أ سي تربيع أن يشطي أنه خلال أنت فهمت فهمت كيف تعادل ما هي المادة ما فهمتش قال له المسألة ورطة أكبر من هذا تخيل رجل ذكي قال له بعدين فرضية الأكوان المتحددة قال له يا دوكنز قال له هل تعرف كم عدد تقترح نظرة هذه قال له كم قال له 10 أقص 56 10 أقص 56 10 أقص 56 يعني كم تريليون 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 كم 4 4 4 48 48 وعندنا قد كمان ثمانية وأنا صحيح عندك كمان ثمانية مئة مليون تريليون 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 كون هذه أكوان كلها قال له وإن كان لديك فكرة فكرة عن الترددات في النطق الضيقة وعارف لا عنده فكرة ولا أنا عندي فكرة هذه الشهرة فيزعية معقدة جدا الكيد يعني الشهرات معقدة قالوا إن كان عندك فكرة عن الترددات في النطق الضيقة فالعدد يرتفع إلى 10 أس مرة ثانية 120 أي أكثر من مرة اليوم نقابل عند الثابة الكونية مولفة وعندنا عدد الأكوان في المالتي فيرز ثيري 10 أس 120 يعني عشر مرات تريليون كون علشان يجي كون واحد سأسألكم وأختم الخطبة بالله عليكم وعليكن أليست هذه الفرضية أصعب مليون مرة لكي تفهم وتفسر من فرضية وجود إله واحد حكيم عالم مقتدر بديع أوجد الكون الواحد أو حتى بضعة أكوان متعددة سبعة ولا سبعين من عشرة مرات تريليون 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 كون كلها موجودة وعلى فكرة وهذا لا يجيب إذا كان يا ريتشارد دوكنز الإمام بالله كخالق مبدع ترجعنا خطوة للورا ففرضية الأكوان المتعددة ترجعك مليون خطوة ترجعك 10 أو 120 خطوة بصراحة عارف ليه لأنه كلكم من هذه الأكوان بدوا يخضع للسؤال إذا أنت لم تجوابت أي عنه عارف ما هو خذ كلام هذا هذا كلام أهم شيء في خطوة اليوم الحين أجاني أهم شيء خلاصة رهيبة إن شاء الله الكون تبعك هذا المولف والدقيق والبديع والعجيب واللي أنتجك أنت لقيت مشكلة تسلم منه الله خلقه رغم كل الحكمة والدقة التي فيها وعشان تفسر كل الدقة والحكمة التي فيها افترضت عشرة عسبية وعشرين كون غير دقيقة وغير جميلة وغير حكيمة بالصدفة جاء فيها السؤال الآن كلكم منها من الذي خلقه كيف هو وجد هالكاوتك هذا هالكون العشوائي الغبي الكزع من وين أجى هذا الثاني من وين أجى من وين جاءت المادة تبعته كيف حصله ولا في غادي بيكبانك كمان ثاني شيء صعب مرة أخرى شيء صعب جدا 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 أن تلحد نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح أعين بصائرنا وأن يشرح سدرنا للحق وينور العلوي وأن يملأ أجواءنا أيها الإخوة وأبصارنا وبصائرنا يقينا به إحساسا وشعورا وإيمانا نعيش ونموت ونلقاه لا إلا عليه اللهم ترجمة نانسي قنقر